ألعاب الرعب نظام كل جزء فيها عبارة عن حرب عصابات وسرقة السيارات وقصص مختلفة ومتنوعة وحتى غلاف اللعبة يحسسك انها بتكون لعبة أكشن وغامرات وعصابات لكن ابدا ما في اي شي فيها نيبين انها بتكون فيها مشهد مرعب لكن الجزء الخامس كان في موجود منطقة عند البحر تكون في ظاهرة مرعبة تطلع لك بين الساعة 11.30 والساعة 12 في الليل الظاهرة المرعبة هي تكون جنية تكون واقفة عند الصخر وفي دم حولها واذا قربت من عندها تختفي فجأة ويكون في مكتوب كلمة جاك بالدم على الحجر طبعا هذا الجنية لها قصة خاصة فيها في الموقع الواهمي داخل اللعبة وهي انه كان في فتاة اسمها لنورا جونسن ويقال ان زوجها جون هو اللي قتلها وجون عنده لقب يلقب فيه اسمه جاك عشان كذا شبح لنورا كتبت اسمه على الصخر تفضح اللي قتلها شي خوف صح؟ ثاني لعب معنا هي لعبة بوكيمون اكس ان واي اسمعكم تقولولي بس يا فهد انت قلت لنا مشاهد مرعبة وبوكيمون لعبة في رسوم كارتونية وتكون موجودة لكل اعمار شلون هذي بيكون فيها شي خوف؟ هانا اقول لكم اصبروا ورا حوليكم الحجم في مبنى في اللعبة يكون فيه مصعد ولما تستخدمه وتطلع منه وفجأة اللعبة بتصير شاشة سوداء وبعدين تطلع لك بنت جنية وراك تطفوحولك وانت مو قادر تتحرك ابدا من مكانك مهما تسوي وتقول لك يعني لا انت مش الشخص المختار وتمشي عنك وبس ما راح تشوفونا ابدا في اللعبة ولا نعرف ايش سلفتها ايش تقصد ما حد يعرف طبعا موقف هذا تخيل اللي يصير لك لو انك تلعب اللعبة في الليل الساعة في معاش في غرفتك في سريرك في الظلمة اكيد بتخاف صح؟ ثالث لعبة معنا هي لعبة جي تي اي فور معقولة؟ ارجعت سل جي تي اي مروفاني في القائمة؟ نعم لانا في الجزء الرابع فيه ايضا مشهد مفاجئ ومرعب ومستحيل حتى تتخيله واصلا ما ندري المطورين واش كانوا يفكرون فيه وكيف طلعوه؟ طبعا العاب جي تي اي كلها تكون قصصها في مدن خيالية مبنية على مدن مشهورة في امريكا والجزء الرابع تكون في لبريتي سيتي وهي فيها مناطق مختلفة من امريكا واحدة من المدن هي مدينة نيويورك وطبعا ايش اكثر شي مشهور في مدينة نيويورك؟ هو تمثال الحرية موجود في اللعبة وتقدر توصلها وتدخلها داخل طبعا بس صدقني وخذها نصيحة مني لا تدخل التمثال ابدا لانك لو دخلت وشفت اللي داخله ما رح تقدر تنساه من الرعب اللي بتشوفه لو ما تدخل التمثال رح تلقى سلم طبعا رح تصعداه في البداية بيكل وضع عادي لكن بعدين بتلاحظ انه في الاعلى في ضوء احمر وجسم غريب في الوسط معلك وكل ما تقرب اكثر رح تسمع دقات قلب ولما توصل فوق رح تشوف قلب معلق وينبض يعني هذا هو قلب تمثال الحرية هل يعني ان التمثال كائن حي؟ وفي اي وقت يمكن انه يهجب على المدينة محد يعرف شي يخوف صح؟ ورابة لعبة معانا هي لعبة هيفي رين لعبة هيفي رين تعتبرنا الالعاب القصصية واللي تعتمد الحوارات والمشاهد السينمائية في سرد احداث القصة ايضا تعتمد على خياراتك فيها اللعبة نوح استكشاف وغموف وفيها بتلعب بالاب ايثن واللي يبحث عن ولده المختطف شون في مقطع في اللعبة يكون ايثن في غرفة من عزلة ويجيه اتصال من الخاطف يهدده اذا ما قطع اصبع قدام الكاميرا راح يقتل ولده شون المشكلة بتدس انت في الغرفة هذه والشخصية يصارع نفسها في التفكير اقطع اصبعي ما قطع اصبعي اقطع اصبعي ما قطع اصبعي واذا قررت انه يقطع اصبعي تقدر تحوس في الغرفة وتدور وتدور عن ادوات تقطع اصبعك من غير ما تحس باعلام كبير ادوات في الغرفة مثل قطاع يدوية او منشار مصدي او سكينة او فأس وبعد نقطع الاداة راح تجلس على الطاولة وتتحكم في كل لحظة تصير له وهو يقطع اصبعي بكل بطء يعني المنظر بيكون مؤلم وصعب تنساه جدا شي مرعب ومقزز في نفس الوقت لو كنت مكان ايذن وش بتسوي اكتبوا تحت في التعليقات ايش بتسول خامس لعبة معنا هاي لعبة متل جير صولت 3 اسمعك تقول لي ايش يا فهد متل جير لعبة جس حربية وان الرعب اللي فيها لا يكون في شي بالحوار ولا صورة مرعبة او شي مثل كده تلميح يعني انا اقول لكم لا 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 ابدا هذا مو بس مشهد مرعب هذا يخلي اللعبة كلها تصيل لعبة روب كيف انا اقول لكم الحين في لعبة متل جير صولت 3 راح يكون في جزئية في القصة سنيك ينحبس في سجن ولما تكون في هذا المكان داخل السجن وطف في جهاز بلاي سيشن 2 وترجع تشغل مرة ثانية بعدين ايش يصير اللعبة راح تتغير تماما وتصير اللعبة مختلفة بتكون تلعب بشخصية يدينا عبارة عن خطافات ولون كل شيء ابيض واسود وتحاول انك تقتل الزومبيز اللي جوريك من كل مكان ايش السالفة ما حد يدري من ذولي ما ندري انا مين ما ادري ما حد يدري وين راح تمت هالجير ما حد يدري بعد ما تخلصه او تموت في اللعبة هذي راح تكتشف ان اللي صار كله هذا كان حلم مرعب كابوس سنيك كان يحلمه داخل السجن شفتوا كيف كوجيما عليه افتار مجنونة وهذه كانت الخمس العاب فيها رعب ما كنا نتوقع فيها هاتوا راكم بالتعليقات كيف راكم بالحلقة واذا في العاب ثانية ما ذكرناها اكتبوا تحت بالكومت كما عقفت الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة